بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا دايماً وإحنا بنيجي في حلقات الجليس بني مركزين على حاجة مهمة جداً جداً الجليس ده بيعود علينا بالنفع ولا بيعود علينا بالضر لما نيجي نتعامل مع جليس واللاحظ إن الجليس ده تحول إلى شيء أقرب من الإدمان لازم نقلق لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الله سبحانه وتعالى يحب الإتقان فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملاً أن يتقنه وعشان كده إحنا لو أدماننا حاجة على طول الإتقان هيهرب من حياتنا عشان كده لو إن الإدمان حصل لنا في حياتنا في حياتنا تحصل لنا في حياتنا تاني إيه هي؟ إن حياتنا هيبقى فيها إسراف ومش هيبقى فيها اعتدال ومش هيبقى فيها اتزان يعني مش هيبقى فيها إن لأهلك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن لبدنك عليك حقا وإن لربك عليك حقا فأعطي لكل ذي حقا حقا ما بيقاش كده وعشان أوقات كتيرة بنظن أن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما بيكلمنا بيكلمنا بس عن العمل اللي هو الشغل لكن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لما بيكلمنا عن إتقان وبيعلمنا أن الإتقان ده بيعلمنا النتقان ده سمة أساسية في كل حياتنا مش بس في الشغل والعمل لما بييجي في الذكر الحكيم أو على لسان النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم بيبقى المقصود بأعمال الإنسان كلها وعشان كده جليس النهاردة جليس بيبعدنا على أن احنا نكون متقنين لعملنا قائمين بحقوق حياتنا جليس بيقلل حركتنا وبيخلي دماغنا مشغولة ويغلي نفسيتنا مليانة بأشياء هي مش في دايرة مسئولياتنا ومش بس مش في دايرة مسئولياتنا بتخطفنا مما أقمنا الله فيه يعني عارف كده أنا بحس إن الإنسان بيبقى عايش بدرجة مخطوف حاجة كده خطفته خطفته سواء كان زوج كان زوجة كان عامل كان أستاذ في الجامعة كان أم بيتخطفه بيتخطفه في الأشياء من الأشياء اللي ربنا أقامهم فيها وبينغمسوا بقى بينغمسوا في أشياء بتفقدهم التركيز ساعات بتفقدهم الإحساس ساعات بتفقدهم البسئولية ساعات بتفقدهم الإنسانية أو الله ساعات يبقى فيه حاجة مهمة جدا جدا لازم يقوم بيها ولو ما قامش بيها يبقى هو كده متبلد ما بقاش إنسان لكن عشان الجليس اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة اللي هو جليس إحنا نستلح على تسميته بحاجة واشرح لكم إيه معناه الجليس بتاع النهاردة اسمه الهوس هوس العيش في قلب الحدث إن أنا ما تفوتنيش حاجة بتحصل حتى لو كانت الحاجة دي هي فلانة اشترت الخاتم بتاعها منين لبسة اللبسة دوت إمتى أبقى عارفة إيه اللي بيحصل إن إيه دا ما سمعتوش إيه اللي حصل أنا مش بتكلم على الكلام القديم بتاع فكرة مطابعة الموضة مش بتكلم كمان عن الكلام القديم بتاع متابعة أخبار الفنانين مش بتابعة كمان الكلام القديم اللي بتاع هو مين اللعيب اللي قال إيه مش بتابعة الكلام اللي كنا بنتابعه كمان في الجرائد بتاعت الاهتمام بأخبار الفنانين لا بتكلم عن حاجة تانية انا بتكلم على هوس جديد اسمه الهوس في العيش في الحدث اللي بيفرضوا عليك السوشيال ميديا السوشيال ميديا خلتنا عارفين اكتر واسرع عن كل حاجة بتحصل حوالينا واصبحنا بدقة واي حد يقول له غير كده يبقى مش صحيح اصبحنا مدمنين الموبايل مدمنين السوشيال ميديا هذا ادمان فخلى كتير مننا عندهم قلق ان ما يفوتهمش حاجة وبقى عندنا حاجة كبيرة قوي قوي زادت قوي عندنا اسمها الفوم الخوف من الفوات فيفضلوا يغرقوا في متابعة تفاصيل احداث بتحصل حواليهم كأنهم عايشين جواها احنا مش بنعمل كده كمان عند الناس المؤثرين مش بنعمل كمان عند البروجرس الكلام ده على البروجرس بنعمل الكلام ده على نفسنا لو حد نزل بوست او حد تكلم عنه فلازم اروح واشوف هوس هوس ان انا احس احس ان انا عارف كل حاجة بتحصل وكل حاجة بتتغير لدرجة ان انا بقى عندي الهوس ده راح جيبلي حاجة ان انا افضل اتصفح خوفا من ان في حاجة تحصل وانا مشوفهاش يعني مفيش حاجة حصلت جديدة لكن بقى عندي حاجة ان في حاجة لازم حاجة تحصل في الثانية اللي انا اكون بقى رفيها حاجة فلازم ارجع تاني اجيب من الاول لانه ممكن الحدث سيكون فتني ومهني في حاجة اساسية عندنا من حسن الاسلام المقرى تركه ما لا يعنيه فهوس العيش في قلب الحدث هو شكل من اشكال ادمان ادمان تتبع الاخبار والاحداث والناس على السوشال ميدي